هذا رجل آلي من فيلم شهير يسمى ترانسفورمرز أو المتحولون الذي أنتج عام 2007 واستطاع فيه فنان مصري صناعة هذا النموذج العملاق من هذه الشخصية باستخدام مخلفات سيارات الأجرة وكان السبب في اختيار الفنان المصري مخلفات سيارات الأجرة في الأسكندرية هو تميزها باللونين الأصفر والأسود وشكلها المحدد الذي لم يتغير منذ سنوات الاختيارة الشخصية أولاً كانت السلسلة دي معروفة ومشهورة يعني لها رد فعل كبير جداً مع ناس وتأثير كبير عن طريق سلسلة الأفلام وسلسلة الكرتون المعروفة فأنا حبيبها والشخصية دي أنا عارفة وعايزة نفزها وخاصة أن هي قريبة من فكرة الشغل بتاعي أنا شغل يعادت التدوير وهو كان من مجسم العربيات فطبيعي أنه يكون من قطع مستعملة حاجة كده هي اللي تليها عليه وتنفع أنه يتنفذ منها شخصية الرجل الآلي مقتبسة من مجموعة ألعاب للأطفال ظهرت عام 1984 وصدرت حولها العديد من الكتب والقصص والرسوم المتحركة والترانسفورمرز هو عبارة عن عربة تتحول إلى رجل آلي مقاتل في الفيلم وهو ما ألهم الفنان إبراهيم عادل لبناء نموذجه من تاكسي الإسكندرية أول ما نزل على الأرض هنا يعني سبحان الله الناس كانت مبهرة به رغم أن أنا لسه ما خلصش في حاجات معينة في التزبيت والكلام ده مخلص فالناس كانت وقفة مستنياني أخلص علشان تصور معي وتنبسط به يعني الناس مش بصدق الشخصية دي أنا بشوفها في التليفزيون موجودة الوقت هنا وصنع النموذج في 28 يوما باستخدام 500 كيلو جرام من المخلفات الصلبة ونقل من القاهرة إلى الأسكندرية لوضعه داخل مركز تسوق ويهوى عادل جمع النفويات وإعادة تدويرها حيث صنع من قبل ستة نماذج عملاقة متنوعة بين الفرعونية والتاريخية ويهدف إلى إنشاء أكبر متحف مفتوح في العالم للنماذج المعاد تدويرها